اخبار اليوم اهلا وسهلا بكم في حلقة جيدة من مطبخ اخبار اليوم مع شيف نفين عباس وحلويات لمضانه النهاردة ان شاء الله هنعمل لكم حلو ليالي لبنان عندنا مقادية ربع كوباية من السميد الناعم وممكن طبعا نضع في الكمية عندنا هنا ربع كوباية سكر والسكر الكمية حسب الرغبة لو بتحبي الحلو تزودي مش بتحبي الحلو اقللي عندنا هنا لتسوية السميد كوباية من اللبن كوباية كاملة من اللبن كامل الدسم عليها معلقة فغيرة من الزيت هنا اهو حطينا اللبن على النار وهنحط له السكر وهنسيبهم لحد ما اللبن يدوف السكر يدوف في اللبن وبعدين نحط لهم السميد اللبن اهو غيلي هننزل بالسميد بتاعنا بالشكل ده كده طبعا كمية السميد دي مش قليلة لان اللبن دلوقتي هتشربها كلها الكمية دي لفرد واحد لو عندك اكتر من فرد زودي ضعف الكمية هنفضل نقلبه على طول كده عشان ما يكتلش لحد ما السميد يشرب كل كمية اللبن اللي احنا حطناها ولو عندك مية زغر او مية ورد تحب الطعام بيها حطي ما فيش اي مشكلة هنا اهو اللبن والسميد هنفضل نقلب اهو زي ما حالاتكم شايفين ابتدى يتقل معانا هنفضل برضو نقلب لحد ما يتقل خالص زي ما احنا كده اهو هنستمر كده بالتقليب هنا اهو اللبن والسميد السميد اتشرب كل كمية اللبن اللي عندنا هنسيبه على النار برضو شوية يعني حوالي من دقيقة كده لضعتين لحد ما يبقى كل كتلة واحدة مع بعض اهو كده هنفضل نقلب بالشكل ده كده اهو كده يلف معانا كده بقى تمام اول هنرفعها دلوقتي من علامة كده بقى للتقديم طبعا التقديم اختيالي بس انا بحب اقدم بالشكل ده كده بنجيب دي القطاعة بتاعة الفطاير والحاجات دي بنحطها كده في نص الطبق طبعا التقديم اختيالي ويرجع لزوق بنجيب العجينة بتاعة لالي لبنان بنحاول نشتغل بايدنا بالشكل ده بنسويها بس بالنصف كده بالزبط طبعا نخلي بالكم لان هي سخنة جدا بنسويها كده في قلب القلب عشان تاخد الشكل بتاعه بالشكل ده اهو كده احنا مسويينها في نصف الطبق وهنسيبها في القلب زي ما هي هندخلها التلاجة لحد ما تبدأت خالص قبل ما نحط لها الطبقة التانية القلب اللي بنانا هي بعد ما طلعتها من التلاجة وبلتت هنجيب الاشتر الباني بتاعتنا نحطها كده عليها منكم نحط القلب لو عايزين نتحكم في الشكل بتاعها يبقى مصبوح هنسويها بس بالراحة كده فوقها طبقة القشطة بالشكل ده كده بحيس اللي اتنين يبقوا قد بعض في نفس التساوي كده انا مرضتش احط القلب وانا بسوي القشطة علشان ما يبوص شكلها لما اجا الفح كده اسهل بكتير هنجيب بس اه شوية عسل بالشكل ده كده شوية كمان موضوع اختيالي طبعا بتاع العسل ده وده العسل اللي احنا عاملينه بالفانيليا الحقوق اه الزينة بقى ممكن نحط كده شوية جزهم اه ممكن مسلا نعمل شوية زبيب كده بالشكل ده الموضوع كله يعني ايه اختيالي يلجع لزويك انتي كده ونجيب واحدة مسلا من الكرز نحطها هنا بس دي صغيرة قوي حبة الزبيب دي صغيرة نجيب واحدة كبيرة شوية عشان تبقى مساوية الباقي بالشكل ده كده اهو وتتقدم وبالفة هنا وشفها اتمنى تكون حلقة النهار ده على بيتكم واشوفكم ان شاء الله بكرة